اتخذت إدارة وزارة الداخلية ومديريات الشرطة في محافظات مملكة البحرين الأربع كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة وذلك من خلال وضع خطة متكاملة لتأمين سلامة المواطنين والمقيمين والزوار خلال إجازة رأس السنة الميلادية الإدارة العامة للمرور دعت إلى ضرورة التقييد بالأنظمة والقواعد المرورية والخروج بوقت كاف للوصول لأماكن الفعاليات المقامة وتجنب السلوكيات المرورية الخاطئة لضمان سلامة الجميع بشرت مديريات الشرطة بالمحافظات الأربع وشرطة خدمة المجتمع وقيادة خفر السواحل والإسعاف الوطني دورهم الأمني من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والترتيبات الأمنية والتواجد في مختلف مناطق المملكة وخاصة مواقع فعاليات الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعزيز التعاون مع المواطنين والمقيمين تنفيذا لمبدأ الشراكة المجتمعية والانتماء الوطني من جانب آخر ستقوم الإدارة العامة للمرور بتكثيف التواجد المروري من خلال مراقبة شوارع الرئيسية والتقاطعات بالقرب من مواقع الفعاليات والطرق التي تشهد كثافة مرورية كبيرة لضمان انسيابية الحركة المرورية كما قامت إدارة العمليات برأسة الأمن العام بنشر دوريات النجدة في مختلف مناطق وطرقات المملكة لدعم جهود مدريات الشرطة ولضمان سرعة الاستجابة للبلاغات الواردة والتعامل معها وفي ذات الإطار تعمل الإدارة العامة للدفاع المدني على النهوض بمسؤولياتها واتخاذ كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة التي تكفل سرعة الاستجابة لأي بلاغ والتعامل بكل احترافية بما يحقق السلامة العامة كما أكدت الإدارة العامة لأمن المنافذ على جهزية منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية لاستقبال ومغادرة الزوار خلال إجازة رأس السنة الميلادية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات العاملة بالمنافذ وتهدف هذه الجهود والخطط الأمنية إلى حفظ سلامة الجميع على مدار العام بما فيه من مناسبات واحتفالات تتضلب أداء أمنيا متكاملا وعلى مدار الساعة كما يعد التعاون المستمر بين رجال الشرطة وأفراد المجتمع المدني ومؤسساته نموذجا لشراكة مجتمعية فاعلة تسعى لتحقيق الأمن الشامل